اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله من القلب الى القلب اهلا وسهلا بكم في قناة اسهل الطرق للوصول الى كندا اليوم رح نتكلم عن شركة او مكتب او منظمة مثل متريد احنا نسميها منظمة منظمة كراون انترنشنل تأسست عام 1954 منظمة لاستخراج الفيزا الكندية مجانا منظمة تساعدك بدون ان تأخذ منك دولار واحد منظمة هي تبحثك عن عقد عمل منظمة هي تقولك انا ما اريد منك سيرة ذاتية انا اسوي لك السيرة الذاتية منظمة تقولك انا ما اخذ منك فلوس منظمة تقولك انا اسوي لك تدريب على الوظيفة او العامل تدريب على المقابلة تدريب على الوظيفة تدريب على الحياتك في كندا هذا مو كلامي كلام المنظمة وهس اشوفكم بالدليل مرحبا بكم لا تنسى الاشتراك بقناتنا قناة اسهل الطرق للوصول الى كندا وهي قناتكم قناتكم اللي تفيدك بالمعلومات اللي تستفاد بها بالمعلومات احسن ما تدفع فلوس وتتعب وتبحث قناتك هاي موجودة تقدر تاخذ وتعرف منها جميع المعلومات اللي تحتاجها عن الكندا عن هجرة الى كندا العمل في كندا طلب اللجوء في كندا مرحبا بكم شوف هاي المنظمة اتسست عام 1954 يعني مقبل خمس سنين او عشر سنين من الاربع وخمسين هاي المنظمة هي شغلتها شنو تبحث عن عمال يعني اذها خبرة سبعين سنة بوابة فرص في خدمة التوظيف والتنمية البشرية موجودة في كندا هي تقول لك شوف انا مو انا لأقول لك هي اللي تقول انزل هنا اقرأ وشوف يعني هي تقول لماذا نحن نقوم بتوجيه وتدريب مرشحين قبل واثناء وبعد التوظيف لضمان نجاح العملية والاحتفاظ بها ان بناء شركات قوية وطويلة الشركة قوية وطويلة الامد مع كل عملان والمرشحين هو جوهر ما نقوم به كشركة لدينا شبكة لربط افضل الفرص يعني اخي العزيزة اختي العزيزة داي يقول لك احنا ناخذ عمال نسوي لهم تدريب قبل واثناء وبعد التوظيف يعني تدريب دخولك الكندا تدريبك للمقابلة تدريبك بالشركة من تشتغل بيها وقبل ما تشتغل بيها وشنو الشغل راح تشتغله يعني تقدم لك كل مهن وكل شي تخليك تدرب شوف هناك تدريب يمكن برنامج التدريب المعتمد من قبل مضيف من وصل التعلم والتطور يمكن التدريب افراد من التحمل المخاطر والتخلب على المخاوف تدريب المجند امور هاقل وغير مدربون عندما يتم التعليق الامر بالتوظيف نحق برنامج التدريب متخصص التعلم نهج الاساسي تجاه استراتيجية واساليب التوظيف شركة متخصصة بالتعدين شوف هي شركة التعدين هو توظيف بشركات التعدين التعدين هي النفط والغاز والبحث عن المعادن المناجم هما هاي الشركة هي الحلقة الوصل بينك وبينهم يعني انت ما تحتاج انه تبحث عن وظيفة وتبعث سيرة ذاتية وتقدم هما يقدمونك وببلاش هما يسوي لك سيرة ذاتية وببلاش هما يبحثونك عن عمل ويوظفوك بالعمل ويدربوك بالعمل وببلاش طبعا الكلام مو من عندي هاي هاته بالصفحة يقولك هل يدفع العمار رسوم مقابل الحصول على الوظيفة لا يدفع العمار رسوم مقابل الحصول على الوظيفة او التقدم لها اذا كنت تبحث عن عمل فنحن ندعوك للزيارة لوائح الوظائف المجانية لدينا اكو طريقتها للتقديم بس اني انصح بالطريقة الافضل انه لا تدخل انت بنفسك تبحث عن عمل هس احنا ندخل ونشوف قوائم الوظائف هيته انا رح سوي الجميع دائمي داخلي دائمي درجات حرارة ما ادري شنوها جميع الوظائف هيته هيته جميع الوظائف وتقدر هنا تكتب الموقع تكتب هنا مثلا تكتب المسمى الوظيفي فارم عامل كذا مونتريال اونتاريو كيبك شوف من صفحة واحدة من اصل 17 صفحة تقدر تدور على وظيفتك بيها وتشوفها هم شنو شغلتهم هاي الشركة هاي المنظمة البلاش الغير ربحية تبحث عن موظفين وعمال دوليين من خارج كندا الى داخل كندا الى فقط شركات التعدين مثل شركات النفط شركات المناجم تبحث عن معادن شركات كل شيء الغاز كل شيء ينتمي الى شيء اسم التعدين هاي الشركة هي تقدر حلقة الوصل واحنا كنا نعرف انه شركات النفط او شركات الغاز او شركات جميع باسم هي من افضل الشركات واحسن رواتب ومميزات اكثر بيها طبعا التكلفة رح تكون على حساب الشركة من تذاكر الطيارة والفيزا والمعاملات كلها هي هاي الشركة السوية فاني قلت لك عندك طريقتين الطريقة الاولى تدخل على الوظائف تدور الوظيفة اللي تريدها تدور شي للي ناسبك وبعدين انت تختار وتدخل وتقدم بس بس هاي نقطة البس اريدك تسمعها مني اذا تريد مني نصيحة تروح على شيء مهم جدا تنزل اسفل الصفحة ودائما اوصيكم اقولكم اقرووا وراي انا هنزل بصندوق الوصف اسفل الفيديو انت اقرأ وراي الموقع والوظيفة راح تنزل اسفل الصفحة راح تقول المزيد من الوظائف المزيد من التدريب اهنانا تدخل تنزل 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 بعد التحدث مع احد المتخاصصين التوظيف يعني انت تقدم وتروح تحجيوا اياهم بلغتك العربية حول توظيف الموتوافق مع مرشحيك المثاليين منذ عام 1954 تدخل هنا تكتب اسمك تكتب الاستعلام تكتب خدمات توظيف برنامج التدريب تدريب المتدربين التوظيف يعني انت متوظف هما يدربوك على الوظيفة وقبل الوظيفة هما يدربوك ويحضروا لك كل شيء انت وعائلتك طبعا مو لوحدك بريدك الالكتروني هاتفك يفضل رسائل نصية تريدها عمود ياخذون موعد له يتصلون بيك لا كلها رسائل نصية وتسوي تقديم وتنظم وتتصل بيهم وتحجو إياهم يعني حتى هي مو كذبة لان هي او مو موقع مخادع لان تأسس عام 1954 رح اخليكم الموقع في صندوق الوصف حتى انت براحتك تشوف وتقرأ وتقدم وتحجو إياهم بلغتك العربية لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط اللايك وان شاء الله ان شاء الله عجبكم الفيديو وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته